بيبدأ الفيلم مع بنت إسناها ماريا والتي كانت خارجة من البيت و رايح المدرسة وبتقابلها صاحبتها ليلي في الطريق وبعدها بيركابوا الباص وينك بيفضل زميلها ماركي يتنمر عليها كالعادة زي ما بيعمل دايما وبعد ما اليوم الدراسي بينتهي بتروح ماريا مع ليلي عشان يتفرجوا على شون حبيب ليلي وهو بيلعب ماركي هوكي مع الفريق بتاعه لكن ليلي بتنزل بعدها الملعب وبتحضن شون حبيبها وبينلاحظ ان ماريا بتبص عليهم بنظرة حسد وبتتمنى ان يكون لها حبيب زي ليلي وبعدها بتروح ماريا البيت وبتكون على العشعة مع اهلها و والدتها بتقولها ان هي لازم تلاقي صديق لها عشان يحضر معها حفلة التخرج بتاعت المدرسة لكن ماريا بتتدايق من كلام والدتها لانها دايما بتعتبها وبعدها بتمشي وبتسبهم و والدها بيقول لولدتها ان حالة ماريا من سيء الاسوأ وبنعرف ان ماريا بقى عندها 18 سنة ولحد دلوقتي ملهاش اي اصحاب وانطوائية جدا ومش بتخرج ولا بتتواصل مع احد بيين عليها تعبانة لكن ماريا بتكون لسه على السلم وسامعهم وهما بيتكلموا عنها وهي زعلانة جدا وبتعيط وبعدها بتدخل قوضتها وبتفضل تبصر نفسها في الميراية وهي زعلانة وسعتها بتلاحظ ان في ورقة في الميراية ولما بتاخدها بتلاقي فيها صورة جنين توأم في رحم الام وبتبقى مش عارفة الورقة بتاعتمي وبعدها بترح ماريا عشان تاخدوش لكن وهي جنب الميراية بتلاحظ ان انعكاسها في الميراية ببص عليها فتخاف ماريا جدا وبتعتقد انها كانت بتتخيل لكن اول ما تشيل البخار اللي على المرايا بتلاقي انعكاسها في المرايا بيبوصلها وبيضحك فتخاف ماريا جدا وبتجرى على القضاء بتاعتها وتاني يوم بتصحى ماريا من النوم وبيبقى باين عليها انها تعبنة جدا وخايفة وبتكون معرفيتش تنام طول الليل وبتخاف تقول لولدها على اللي شافته وولدها بيفضل يلوم فيها وبيقولها ان هي لازم تهتم بنفسها لان وشها باين عليه التعب والارهاق وبيقولها تحط ميكياج عشان تداري لفوشها وفعلا ماريا بتطلع الحمام تاني ومش بتاخد بالها ان انعكاسها في المرايا بيبوصلها وبعدها بتخرج من البيت عشان تاخد باص المدرسة وماركي بينزل وبيقولها تركب الباص وهو بيتنمر عليها لكن ليلة صاحبتها بتظهر بالعربية بتاعتها وبتاخد معها ماريا عشان توصلها وقبلها بتعدي على شون حبيبها وليلي بتخلي ماريا تركب في الكرس اللي وراء عشان شون حبيبها يركب جنبها وبينتلاحظ ان ماريا متضايقة جدا ولما بتروح المدرسة وبيتكون ماريا ماشية فجأة ماركي بيوقعها على الارض وبيتنمر عليها وبيخلي كل زميلهم يضحكوا عليها لكن ساعتها شون بيدخل وبيضرب مارك عشان بيضايق ماريا وبيتنمر عليها وبعدها بيتطمن شون على ماريا وبيتحك في وشها ولما بتروح ماريا البيت بتاخد دوش في البنيو وبيتنام جواه لكن ساعتها بيجي لها حلم عن عملية ولادة وطفلين توقع امبيعياته وبعدها ماريا بتكون قلقانة جدا ومش فاعل ما شفيته في الحلم وبتبقى مش عارفة تنام وفاجأة بتسمع صوت حد بينادي عليها من الحمام وبتروح ماريا للحمام وهي خايفة جدا لكن اول ما تدخل بتلاقي انعكاسها في الحمام مدلها ظهرها وبتتكلم معها وهي خايفة جدا وبتسألها ماريا هي مين وعايزة منها ايه فبتقول لها انعكاسها ان هي عايزة تساعدها عشان تتخلص من حزنها وبتقول لها ان هي عارفة هي بتخاف من ايه وعارف عنها كل حاجة وان هي معاها من يوم اتولدت وبتطلب من ماريا تبصيلها وتقول لها شايفهها ازاي فبتقول لها ماريا ان هي شايفها جدا عنها فبتقول لها ان هي ممكن هي كمان تكون جميلة زيها لو تحب ولما بتسألها ماريا عن اسمها بتقول لها ان اسمها ايرام واللي بيكون عكس اسم ماريا وتاني يوم الصبح بتروح ماريا عشان تفطر مع اهلها وبيلاحظوا ان ماريا النهاردة والشاء جميل على غير عادتها وبتقولهم ماريا ان هي هتحضر حفل التخرج بتاع المدرسة وبتوعيدهم ان هي هتلاقي صديق لها عشان يروح معها الحفلة قريب وبيبقى هما الاتنين مبسوطين ان بنتهم بقت كويسة وبقت بتحاول ان هي تهتم بنفسها ولما بتروح ماريا المدرسة وبتخلص اليوم وقبل ما تراوح البيت بتعدي على عيادة والدها واللي بنعرف ان هو شغال دكتور تجميل وبيتشوف هناك واحدة اسمها كلوديا بتتكلم مع والدها وبتقوله ان هي جيت عشان يكشف على ضروري وماريا بتلاحظ ان في حاجة غريبة بينهم وبعدها بتروح مع والدها السينما عشان يشوفوا فيلم لكنها بتلاحظ ان ماركي موجود معهم في نفس السينما ولما الفيلم بيخلص بتجري ماريا قبل ما ماركي يشوفها لكن فعلا ماركي بيشوفها وبيقول لولدها ان هو معجب بشغله جدا ونفسه يبقى دكتور تجميل زيه وبيعمل نفسه علاقته كويسة مع ماريا قدام والدها وبيحاول يسلم عليها ويمشو ولما بيركابه العربية بتكون قلقانة جدا تبص في المرايا وتشوف انعكاسها جواها وساعتها بيقول لها وليدها ان هو عمل لها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها للقرب وبيطلب منها تعدى عليه العيادة بكرة ولما بتروح ماريا لبيت بتدخل الحمام وبتتكلم مع ايرام في المرايا وبتقول لها ايرام ان وليدها مش بيحب شكلها وبيخجل منها لانه دكتور تجميل لكن ماريا بتقول لها ان كلامها مش صحيح وان وليدها بيحبها وان هو جايب لها عربية هدية بمناسبة عيد ميلادها عشان ما تضطرش شركة بالباس تاني بتاع المدرسة لكن فجأة بتسمع والدها ووالدتها بيتكلمه برا الحمام فبتطفي النور بسرعة وبتستخبه وتاني يوم بتروح ماريا لولدها عشان تشوف المفاجأة بتاعته لكنها بتنصدم اول ما بيدخلها غرفة العيادة وبيوقفها قدام المرايا وبيقول لها ان هو هياخد المقاسات المناسبة لوشها عشان يعمل لها عملية تجميل ويخلي شكلها احلى ودي بتبقى الهدية بتاعته ليها وساعتها ماريا بتتأكد فعلا من كلام ايرام وبتعرف ان والدها شايفها وحشة وبتعيط وبعدها تمسح دموعها قدام المرايا والشاب يتغير وبعدها بتروح البيت وبتتكلم مع ايرام في المرايا وبتقول لها ايرام ان ما فيش حد بيحبها وبعدها بتتريق على والدتها وبتقول لها ان والدها مسيطر عليها وملهاش اي شخصية فبتضحك ماريا بصوت عالي على كلامها لكن والدتها بتدخل عليها الحمام فجأة وبتسألها بتتكلم مع مين وبتعتقد ان ماريا شرب حاجة وبتتكلم مع نفسها وبعدها بتروح لجوزها وبتحكيله على اللي حصل فبيطمنها جوزها وبيدها حبوب مهدئة وبيقولها تحاول تنام وان كل حاجة هتبقى تمام وبيقولها ان اول ما يعمل عملية التجميل لبنته هيبقى عندها ثقة في نفسها وهتبقى كويسة وبتقول له مراته ان الاحلام الغريبة اللي كانت بتجيلها رجعت لها تاني وتاني يوم بتروح ماريا مع ليلي عشان يتمرانوا على التزلج على الجليد وبنعرف ان حفلة التخرج هتتعمل على الملعب الجليد بتاع الهوكي ولما ماريا بتقع على الجليد ليلي مش بتساعدها وبتسيبها عشان تقع وساعتها بتقول لها ليلي ان هي لازم تبعد عن حبيبها شون وما تحاولش تتقرب منه تاني وبتفضل ترقص على الجليد قدام ماريا اللي واقع على الارض ومش عارفها تقوم ولما بتروح البيت بتتكلم مع ايرام في الحمام وبتقول لها ايرام ان هي عايزها تتصق فيها عشان تخليها تتخلص من الحزن اللي هي فيه وبتعرض عليها ان هم يبدلوا اماكنهم مع بعض وهي هتتصرف وتصحح كل اوضاعها مع كل اللي حواليها وبتقول لها تحط ايديها الاتنين على المرايا وتقرب منها وهي هتبدل اماكنهم مع بعض واول ما تلمس المرايا وقبل ما يتم التبادل والدتها بتنادي عليها فبتضر ان هي تروح لها وولدتها بتلبس ماريا فستان حفلة التخرج وبتبقى مبسوطة جدا بها وبعدها بتوصل ماريا للحفلة وهناك بتقابل شون وبترقص معاه على الجليد لكن اول ما ليلي بتشوفهم بتقع ماريا على الارض وبيقعد تاجل على رأسها وساعتها بيمديلها مارك ايديه عشان يساعدها لكن اول ما تمسك ايديه بيمسكها وبيشدها على الارض قدام كل زميلهم ويخلهم كلهم يتحقوا عليها فبتتدايق ماريا جدا وبتعيط وبتروح الحمام وهناك بتحاول تتكلم مع ايرام ويتنادي عليها وبتطلب منها المساعدة واول ما ايرام بتظهر بتطلب منها ماريا يكمله التبادل عشان يبدله اماكنهم هما الاثنين وفعلا بيبدله الاماكن وبتكون ايرام هي اللي موجودة في العالم الحقيقي مكان ماريا وساعتها بيجي لولدتها نفس الكوابيس عن يوم ما كانت بتولد ماريا وجوزها كان حضر معها العملية وتاني يوم بتصحى ماريا اللي هي بقت ايرام ولما بتسألها والدتها عن الحفلة بتقول لها ايرام ان الحفلة كانت جميلة وان كل حاجة فيها كانت كويسة وانها كانت مبسوطة جدا ولما بيقعدوا عشان يفتروا مع بعض بتلاحظ ان بنتها بتاكل كتير على غير عادتها وهي مستغربة جدا ولما بتروح ماريا المدرسة بتلاقي مارك بيناري عليها وبيترق عليها فبتروح له وبتقرب منه وهي بتبصله بكل برود بنظرة مخيفة وبتهزهه قدام كل زميله ومارك بيبقى مش فاهم اللي حصل وبيخاف جدا ولما بيشوف شون اللي حصل بيروح لها وبيديها التاج اللي هو قع منها في الحفلة واول ما بتجيلهم ليلي بيمشي شون فبتقول لها ماريا ان هي ماوقفتش جنبها وساعدتها لما كل اللي في الحفلة اترياته عليها وبتقول لها ماريا ان هي عايزة تكمل تمرين التزلج على الجليد فبتستغرب ليلي جدا لان الحفلة خلاص خلصت وبعدها بتروح ماريا لوحدها عشان تتمرن على التزلج وبعدها بتروح لوليدها لعيادة وبيبقى مستغرب جدا لانها راحت له فجأة وبيبقى مستغرب اكتر من تصرفات بنته ولما بتخرج من عنده بتروح للسكرتيرا وبتاخد رقم كلوديا من وراها وبعدها بتتصل بها كأنها السكرتيرا وبتقول لها ان معادها مع الدكتور يتأجل للساعة 2 ولما بترجع السكرتيرا بتطلب منها انها تتصل بولدتها وتقول لها تيجي العيادة الساعة 2 عشان وليدها عايزها ضروري وفعلا بيجي المعاد وماريا بتكون في الشارع وبتشوف والدتها وهي راح العيادة ولما بتدخل الأسنصير بتقابل كلوديا هناك ووالدة ماريا بتقول لكلوديا ان فستانها جميل جدا فبتشكرها كلوديا وبتقول لها ان الفستان بتلبسه دايما للدكتور بتاعها لانه بيحبه وهو اللي جايبه لها ولما بتروح ماريا البيت عشان تتعشى مع والدتها بيكونوا لوحدهم وبتسألها ماريا عن والدها فبتجذب عليها والدتها وبتقول لها انه عنده شغل فبتسألها ماريا لو كانت متأكدة انه عنده شغل وهي بتضحك وبتقول لها تقول الحقيقة وما تكذبش على نفسها وتعترف ان وليدها على علاقة مع واحدة تانية فبتضربها والدتها على وشها لكن بعدها بتعتذر لها وبتقول لها انها متأسفة لكن ماريا بتقول لها انها مش محتاجة اعتذارها وبتمشي وتاني يوم وهي في ملعب الهوكي بيجي لها مارك وبيفضل يتنمر عليها كالعادة وبيقول لها ان هو مش خايف منها لكن بعد التمرين بتستنى ماريا في غرفة الملابس واول ما يدخل بتضربه بمضرب الهوكي في رجلية وبتكسرها له وانك بتتفاجأ للي بمستوى ماريا وانها بقت بتعرف تمشي على الجليد وبتفضل ترقص وبتتحدى للي تعمل زيها لكن فجأة ماريا بتوقع على التلج وماريا بتكون مبسوطة بكده لكن بعدها ماريا بتؤمن على الارض وبتبص لليلي بنظرة متوحشة فبيتخاف للي وبتجري منها وماريا بتجري وراها لكن للي بتوقع على بماغها وبتنزف وبتموت قدام ماريا اللي كانت بتتفرج عليها وبعد ما بتموت بتتصل بالشرطة عشان تبلغ عن الحادثة وساعتها بنشوف انعكاسها في التلفون واللي بيكون ماريا وهي بتعيض بسبب اللي ايرام عملته وانها كانت سبب في متصح بيتها واول ما بتروح البيت بتتكلم مع ايرام في المراية وبتطلب منها ماريا ان هما يبدلوا اماكنهم تاني مع بعض زي الاول لكن ايرام بترفض وبتقول لها ان ليلي وقعت وماتت لوحدها فبتنهار ماريا وبتسألها هي مين من الزب فبتقول لها ايرام ان هي عرفة هي مين كويس وبعدها مش بتهتم بكلام ماريا ولما بتروح ايرام عازة ليلي بتقابل هناك شون اللي بيحضنها وبيقول لها ان هو عارف قديه يا زعلانة لان ليلي كانت صديقتها الوحيدة وبالليل بتلاقي ارسالة من شون وبيطلب منها تروح للبيت وبفعلا ماريا بتوصل له للبيت وبتفهم ان هو عايزهم بس يشربوا سوا عشان يحاولوا ينسوا اللي حصل لزملتهم لكن ماريا بتفجأوا وبتقولوا ان هي دايما كانت بتغير من ليلي وهو معها وكانت دايما بتتخيل نفسها معاه وبتحاول تقرب منه وتاني يوم بتروح ماريا عشان تتعاشها مع والدها في المطعم ووالدها بيبقى مستعجب لان ماريا بتاكل بنفس مفتوحة على الرغم ان صديقتها الوحيدة لسه ميتة وبيبقى متضايق جدا من منظرها وهي بتاكل لكن ماريا مش بتهتم وبتضايق فيه اكتر وبتحط رجليه على الكورسي وهو بيكون متضايق وبيحاول يخليها تتصرف كويس لكن ماريا بتكمل مدايقة فيه ومش بتهتم وبيقولها ان هذه تصرفات واحدة مريضة نفسية فبتتضايق ماريا جدا منه ومش بترد عليه وبيطلب منها تبطل اللي بتعمله وتنزل رجليها وفعلا بتعمل كده لكن بتكم متضايقة جدا منه وتاني يوم بتهرب ماريا مع شون من الدراسة وبتروح معها لبيتها واللي ما كانش فيه حد غيرهم وتاني يوم بتطلب منه ماريا ان هم يهربوا تاني من المدرسة كالعادة لكن شون بيقولها ان هو وراء امتحان ضروري ومش هيقدر يهرب معها لكن ماريا بتفضل تغريه لحد ما بتكنوه عشان يروحوا الفندق لوحدهم وهناك بيدخلوا قوضة وبيتكون ماريا عايزة يقضي الليلة معاها لكن فجأة بيجي مكلمة لشون وبيقول له والده ان الشرطة عايزة هو وماريا عشان ياخدوا اكوالهم في موت للي صاحبتهم لكن ماريا بترفض تروح معاها وبتحاول تغريه عشان يفضل معاها لكن شون بيرميها على الارض ولما بيحاول يخرج بتضربه ماريا على بماغه بالازازة وبتخلص عليه وبعدها بنشوف ماريا في المراية وهي بتعيط على موت شون وإيرام هي كمان بتعيط على اللي حصل وفي نفس الوقت بتشوف والدة ماريا نفس الكابوس يوم ما كانت بتولد وبنكتشف ان ماريا كان لها اخت توقام لكن كان عندها بعض التشوهات وبعدها قرر والدها ان هو يقتلها ويتخلص منها وبنفهم ان إيرام هي روح اختها التوقام وبعدها بتروح إيرام لولدها العيادة وبتبقى عاملة نفسها تعبانة لكن فجأة بتقطع رقابته وبتسأله لو كانت لسه مشوهة عشان تخلص على والدها اللي قتلها وهي لسه مولودة وبتفضل تتفرج عليه وهو بيموت وبتقول له ليه ما حبهاش وهي صغيرة وبعدها بتروح الحمام عشان تخسل وشها من الدم لكن بنلاحظ ان ماريا مش موجودة في المراية لأول مرة ولما بتخرج من العيادة بتفضل تدور على ماريا في كل المرايات اللي بتقبلها لكنها مش بتلاقيها ولما بترجع إيرام البيت بتنمع والدتها وهي بتعيط وبنلاحظ ان إيرام نايمة على يمين والدتها وفي المراية اللي في السقف بيكون إنعكاس إيرام ووالدتها وبنشوف في المراية ماريا مع والدتها لحد ما بيتجمع المشهد بين المراية والحقيقة عشان يبني الأختين التوقم نايمين في حضن والدتهم في النهاية بس كده وده كان فيلمينا النهاردة لو أجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان توصل لك كل الأفلام الجديدة وسلام اشتركوا في القناة